اشتركوا في القناة أمير البلاد يعزي بضحايا انفجاري بوستن مستنكرا ومدينا الأعمال الإرهابية وأوباما يتوعد بمحاسبة الفاعلين زلزال بقوة ثماني درجات بمقياس ريختر يضرب إيران والكويت ودول خليجية تستشعر الارتدادات بعد الاعتصام الثالث سوف ندعو جميع العاملين للإضراب الشامل بيانات مجوفة بدون أدنى مسؤولية ولا وصف حتى يذكر ثاني اعتصام لموظفي الخدمات النفطية يدخل حيز التنفيذ والإضراب الشامل الخطوة التصعيدية الموعودة الكويت تتعرض لكارثة بيئية تتمثل في نفوق متقطع لأسماك الدولفين نفوق أسماك الدولفين على شواطئ الكويت ظاهرة تنم عن كارثة بيئية جديدة تصيب البيئة البحرية نشرة الأخبار من الراي أهلا بكم مبرقا إلى الرئيس الأمريكي عز أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الإدارة الأمريكية ببرقية تعزية عبر فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا التفجيرات التي استهدفت ماراثون بوستن مؤكدا سموه رفض الكويت وإدانتها الشديدة لهذه الأعمال الإرهابية التي استهدفت أرواح الأبرياء الآمنين والمتنافية مع القيم الإنسانية متمنيا للضحايا الرحمة وللمصابين سرعة الشفاء وبعث كذلك ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ورئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر لمبارك ببرقيات تعزية مماثلة إلى الرئيس الأمريكي باراك أوباما من جانب آخر أكد الرئيس أوباما العمل على محاسبة المسؤولين عن تفجيري بوستن وقال في بيان أصدره عقب التفجيرين سنجد الذين فاعلوا ذلك ونحن الآن في مرحلة التحقيق مشددا على أننا ما زلنا لا نعلم من فعل هذا أو لماذا ويجب على الناس عدم القفز على استنتاجات قبل أن تكتمل كافة التحقيقات ضرب زلزال بلغت قوته سبعة وثماني درجات إيران قرب الحدود مع باكستان وشعرت به الهند ومنطقة الخليج العربي وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن الزلزال هز إيران صباح اليوم على عمق خمسة عشر كيلو مترا وأسفر عن مقتل أربعين شخصا إلى الآن ولم ترد أخبار عن تأثر محطة بوشهر القريبة من الكويت وقال معهد الكويت للأبحاث العلمية أن الهزة التي شعر بها سكان الكويت من توابع الزلزال برلمانيا دعى النائب يعقوب الصانع رئيس الحكومة والوزراء إلى التنبه من مخاطر حدوث زلازل أخرى قد يتضرر منها مفاعل بوشهر النووي الإيراني داعيا دول الخليج إلى التحرك لوضع منظومة صحية ودفاعية وإجراءات احترازية قبل وقوع أي تكارثة سبق لي أنه في تاريخ أربعة عشر واحد يعني بعد نجاحنا في الانتخابات وجهت عدة أسئلة إلى معالي وزير الصحة وإلى وزير الداخلية باعتباره هو المنوط في الهيئة العامة البيئة ماذا لو حصل هناك تسريب من إشعاع مفاعل خرم شهر وهذا أمر ثابت بهذا السؤال وطلبت من الإخوان في الحكومة أن نمعن النظر في هذا الموضوع يا جماعة هذا الموضوع مو من باب فقط التنظير من واقع حقيقي يعني اليوم وصلنا قال لك الخطورة تصل إلى ثمانية رختر طيب وصلنا إلى ثمانية رختر الآن ما هي الإنجازات اللي ممكن تقوم فيها دولة الكويت ودول الخليج لو حصل ما حصل وصار فيه تسريب نووي وتسريب إشعاعي في دول المنطقة خاصة أن المتضرر الأكبر من ناحية الشمال هي دولة الكويت يعني لو راح الهوى شمال أول دولة راح تتضرر دولة الكويت لذلك أنا أدعو بدءا من رئيس الحكومة ومرورا في الوزراء المعنيين في هذا الأمر أن يتخذوا كافة الإجراءات الجدية الحقيقية حتى لا نكون يعني نعوض أصابع الندم بعد ما تقع هذه الكارثة وللمزيد حول أثر الزلزال ينضم إلينا عبر الهاتف الخبير الفلكي عادل السعدون أهلا وسهلا بك يا هاتف الله حياكم الله بداية ما هي أسباب حدوث هذا الزلزال طبعا يعني هذه المنطقة أصلا هي حاجة تتفيها خلال السنوات الكثيرة الماضية عدة زلازل يعني نرجع إلى سنة 45 صار فيها زلزال قرب الساحل ساحل مكران طبعا هذا اللي يسمى ساحل مكران في منطقة باسي كان قوته ثمانية فاصلة واحد يعني أقوى واحد في تاريخ إيران حصل ونتج عنه سونامي كبير ارتفاع 40 قدم وضرب سواحل عمان وفياته بعد 4 ألاس نعم 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 إذن السؤال هل ما شعر به سكان الكويت اليوم ناتج عن هذا الزلزال الذي ضرب إيران وما هو قوته أو درجة ريختر التي تقاس عليه أول شيء أنا أريد أن أعلوم أن كثير من الأخوان المعلقين يقولون لك أن هذه ارتدادية هذه أمور تدادية هذه الزلزال نفسه هو نتج أنه لأن الزلزال ما ينشأ من البؤرة مالتها وعين الزلزال يبدأ يتجه في اتجاه دائر الشعاء ويكبر يكبر يعني كأنك أنت قاط نقطة أصخرة في مايو بدأ يدور ويتجه بكل اتجاهات هذا مور ارتدادية الارتدادية هو الذي يحدث بعد الزلزال الرئيسي دائما يحصل ارتدادات قد يأتي بعد الساعة قد يأتي بعد السنة قد يأتي بعد يومين أو ثلاثة يعني هل يسمونها الارتدادية نعم ما هي قوة هذه التي ما أصابت ويت من الزلزال أو توابع الزلزال؟ نعم تقل الماكنيتيودا أو درجة قوة الزلزال طبعا قد يصل الكويت إلى أربعة أربعة ونصف ممكن يصل فيه هذا السنة نعم هل تتوقعون حدوث زلازل أخرى وخصوصا أن هناك زلزال حدث قبل أيام معينة؟ طبعا هذا اللي حصل اللي في بوشهر مكان يبتعد كثيرا عن اللي حصل في الآن في منطقة كرمان أو بوشستان طبعا قد يحدث مرة ثانية يعني هاي المناطق بدنا معرضة للزلازل بأي لحظة يعني كل يوم قاعد يحصل زلازل بس يمكننا ما نحنش فيها يعني يحصل رختر واحد أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة قاعد يحصل في إيران إيران معرض للزلازل خاصة جبال زاقروس جبال بورز اللي في الشمال معرضة لأنها واقعة ضمن الصفيحة الأوراسية اللي تمتد من تركيا ونتنازل على شمال عراق على إيران على باكستان والهند والدرايح السؤال عن المخاوف هل تتوقع أن تؤثر الزلازل على المحطات والمنشاءات النووية الإيرانية خصوصا القريبة من الكويت والله حسب ما يدعون يعني إيران أنه مصمم هذا المفاعل إلى قياس ثماني رختر لكن لو يعني مثلا زلزال عشر أسطر معناتها أنه ما يتحمل ليش ما سووا عشر أسطر المفاعل النووي هذا أنت تعرف أن احتمال إذا كانت الرياح جنوبية شريحة يجينا من عندها الشسمة التأثير الشعائي المياه راح تتلوث بحيث أنه ما نقدر نشرب ماء حتى يعني أنت تعرف أن كل ندري قبل السفن الكويتية لما يجون من الهند يمرون على الساحل الإيراني اللي هو يوم بوشهر لحد يروحون البصرة وبعضهم يرد الكويت لأن التيار الماء يساعدهم منك فمعنات الماء الذي يطلع من بوشهر إذا كان ملوث راح يرجع للكويت وحن عيشتنا على الماء البحر نعم نعم فالمسألة خطيرة يعني ما نقدر نتخاون فيها نعم الخبير الفلكي عادل السادون شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة إلى مجلس الأمة في جلسته العادية المنعقدة اليوم رفض مجلس الأمة رفع الحصانة عن النواب عبد الحميد دشتي نبيل الفضل صفاء الهاشم ومعصوم المبارك وكان المجلس قد وافق على تخصيص ساعة من جلسة الغد لمناقشة التداعيات التي حصلت بالأمس عقب صدور حكم من محكمة الجنايات بحبس النائب السابق مسلم البراك المقترح الآخر المهم جدا واللي إن شاء الله باتش راح يناقش والمثير إن شاء المثير يعني للجدل المثير للنقاش غدا هو مقترح تقدمنا فيه إحنا خمسة بمناقشة تداعيات أمس اللي حدثت في صباح الناصر بعد صدور الحكم على الأخ مسلم البراك وما طرح من الطروحات تسيء للوحدة الوطنية تقلص من مهام الدولة ومن صلاحيات الدولة تتعرض للأمن الوطني إضافة إلى تعرض للغضاء الغضاء مثل ما تعرفون إن سلطة مستقلة لا سلطان عليها إلا ضميرهم ومخافتهم من رب العالمين وإحنا نثق بهذه السلطة ونثق بغضائنا ونثق بقضاتنا ومن المفترض إحنا اليوم كممثلين لهذا الشعب أن ننقل تخوفات أهل الكويت نفذ العاملون في شركة خدمات القطاع النفطي اعتصامهم الثاني احتجاجا على ما أسموه الفساد الإداري في الشركة وشارك في الاعتصام عدد من النقابات والمنظمات النقابية وأعلنوا تأييدهم لمطالب العاملين في شركة خدمات القطاع النفطي وبهذا الصدد أكد رئيس النقابة سعد الخنين التوجه لتنفيذ الاعتصام الثالث الأسبوع المقبل في حال لم يستجب مجلس الإدارة لمطالب العاملين سيتم تنفيذ إضراب ثالث ندعو الاعتصام القادم الثلاثاء القادم الذي من بعده سندعو إلى الضراب وحنام التجهيل للإضراب يا جماعة بعد الاعتصام الثالث سوف ندعو جميع العاملين للإضراب الشامل لينتظف إدارة الشركة أما تفتح الباق وتقعد ويانا على طالة المفاوضات وتلبي مطالب العاملين من واحد إلى رقم 12 أقسم بالله لننتلازل عن أي مطلب لكم ولا أي مظلمة وبالنسبة للتهديد والمبارسات الأهلهابية اللي مرستها إدارة الشركة مع الشركات الزميلة للأسف لنا قنوات بعثنا رسائل مهمة لكم أمس تبين حقوقكم ضمن اللوائح والقوانين أتت بيانات مجوفة بدون أدنى مسؤولية ولا وصف حتى يذكر وهذا أكبر دليل على أن الإدارة لا تتحمل المسؤولية أنا شون أتبنى بيان عندي يصدر فيه شكر أو فيه تغيير أو فيه على ما قالوا توجيه من الإدارة وهو ما يحمل صفة مدير واحد ما فيه شخص بالإدارة يتحمل مسؤولية المظفين هذه شون أنا أوجه بيان وأنا ما أوجه فيه أي صفة فيه لي قانونيا أو أتبنى هذا البيان رفع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس علم دولة فلسطين على مقر السفارة الفلسطينية في الكويت بحضور رسمي واسع وفي هذا السياق قال عباس إن العلاقات الكويتية الفلسطينية تضرب جذورها منذ عقود طويلة على مر التاريخ مشددا على أن موقف الكويت دائما وأبدا مع القضية الفلسطينية كما احتضنت ألوفا مؤلفة من الشعب الفلسطيني من جانبه وصف السفير الفلسطيني لدى الكويت رامي طهبوب العلاقات بين البلدين بالمتميزة والقوية قائلا إن وجود السفارة جاء تتويجا لقرب العلاقة بين البلدين هذا يوم فعلا تاريخي أن يقوم بمسيادة الرئيس برفع علم فلسطين فوق سفارة دولة فلسطين ويعني جميعنا فرحين جدا بهذا اليوم فرحين جدا بهذه العلاقة المميزة بين دولة فلسطين ودولة الكويت هذه العلاقة التي تجسد اليوم زيارة سيادة الرئيس إلى الكويت تجسد مدى عمق وأهمية هذه العلاقة بالنسبة للبلدين في أقل من 48 ساعة استفاق المواطنون والمقيمون على خبر نفوق دولفينين في شاطئ المسيلة وابنيدر الأمر الذي دعا الجهات البيئية التطوعية للإعلان عن كارثة بيئية تضرب البيئة البحرية ابتسام رمال والتفاصيل في التقرير التالي دق نقوص الخطر البيئي في الكويت مع انتشار خبر نفوق دولفين في أقل من 48 ساعة بعد أن وجد تنافق على السواحل الكويتية خبر أثار استياء الناشطين في المجال البيئي الذين أشاروا إلى وجود كارثة بيئية تتعرض لها البيئة البحرية المشكلة التي تتأتلن والتفسير المبدئي لنفوق الدولفين الدولفين سمكة قوية جدا لا تنفق بسهولة ولكن كل هذا يشير إلى إما أن هذا النفوق ناتج عن ارتفاع تراكيز الملوثات في البيئة البحرية أو سوء عمليات الصيد وعدم الرقابة المحكمة عليها من قبل الجهات المعنية سوء الرقابة بالمطلق على البيئة البحرية في دولة الكويت ضعف إجراءات الهيئة العامة للبيئة في ضبط والربط وإحكام مراقبتها للشواطئ الكويتية والبيئة البحرية الكويتية منذ فترة كان هناك نفوق بالقرب من المركز العلمي أيضا في أماكن أخرى كان هناك نفوق من فترة إلى أخرى للدولفين إذن الكويت تتعرض لكارثة بيئية تتمثل في نفوق متقطع لأسماك الدولفين الأصل في الأمر أن تقوم للجهات المعنية والمكلفة من قبل الدولة كالهيئة العامة للبيئة ببحث هذا الأمر وإعطاء المجتمع المبررات التي أدت أو الأسباب التي أدت إلى نفوق هذه الأسماك ومعالجة الأمر وليس فقط معرفة أسباب نفوقها البيئة البحرية الكويتية تتعرض لانتهاكات واسعة ملوثة نعم أسماكها مسممة نعم هل هي صالحة للاستهلاك الآدمي هذا ما لا نستطيع أن نجزم فيه إلى اليوم جماعة الخط الأخضر البيئية طلقت البلاغين من مرتدي شاطئ المسيلة والابنيدر الذين وجدوا الدولفين نافقة وانتقادات بسبب غياب المعنيين لعدم تحركها تجاه تلك القضية ضعف رقابة الهيئة العامة البيئة على الشواطئ وعلى السواحل وعلى البيئة البحرية وأيضا كشف جزء آخر يتعلق في بلدية الكويت بأن بلدية الكويت لا تصل إلى هذه الأماكن لتنظيف الشواطئ وما يوجد عليها الأسف الشديد مما أدى بالشخص الذي اكتشف نفوق الدولفين في بنيدر أن يقوم هو وهو من الجنسية الأردنية مع شخص آخر أجنبي بحفر حفرة لدفن هذا الدولفين لأنه بدأ يتفسخ وبدأ تخرج من رائح كريها وسيضر الشاطئ وسيضر مرتدي هذا الشاطئ بعد أن عجزوا عن إيجاد أي جهة تقوم برفعه فهذا السلوك طبيعي جدا من أفراد يريدون أن يحموا بيئتهم ولكن السؤال الذي يطرح نفسه أين الرقابة المفترضة من قبل الجهات الحكومية تجاه سلامة الشواطئ ونظافتها وسلامة البيئة البحرية الكويتية نفوق الدولفين وما تتركه من تلوثات يتطلب تحرك الجهات المسؤولة إلى إزالتها كليا حرصا على السلامة البيئية وحماية صحة الأطفال من مخاطر التلوث كما يؤكد البيئيون ابتسام رمال أكد رئيس المكتب الثقافي في سفارة الكويت لدى المملكة المتحدة محمد الهاجري إن التحقيقات الأولية التي أجرتها الشرطة البريطانية والخاصة بوفاة الطالبة الكويتية الدارسة في إحدى الجامعات البريطانية أثبتت أن الوفاة طبيعية نافيا وجود شبهة جنائية وبيّن الهاجري أن وفدا من المكتب الثقافي سيزور الجامعة ويلتقي الطلبة والطالبات الكويتيين الذين زاملوا الفقيدة خلال فترة الدراسة لمواساتهم والتخفيف عنهم من هول الفاجعة كما خصص المكتب مشرفة اجتماعية ستتولى مهمة الرد على اتصالات الطلبة والطالبات في نفس الجامعة وأولياء أمورهم ابتداء من اليوم في موضوع آخر قال مدير إدارة العمليات في الإدارة العامة للطيران المدني عصام الزامل إن طائرة تابعة للخطوط الجوية البريطانية كانت متجهة من دبي إلى لندن هبطت اضطراريا في مطار الكويت الدولي في العاشرة والنصف صباح اليوم بسبب حالة ولادة لراكبة البريطانية ضمن ركاب الرحلة وقال الزامل إنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة والضرورية عند هبوط الطائرة من كافة الجهات المعنية لإنزال الراكبة مع زوجها وأبنائها وإحالتها إلى مستشفى الفروانية نشرة الرأي متواصلة وفيها بعد الفاصل تراجع أسعار الخام الكويتي إثر تباطئ نمو الاقتصاد الصيني أهلا بكم من جديد انخفض سعر برميل النفط الكويتي دولارين واثنين وثلاثين سنتا ليستقر عند مستوى سبعة وتسعين دولارا وواحدة وستين سنتا للبرميل ويعزى ذلك إلى ظهور بيانات تفيد بتباطئ النمو الاقتصادي في الصين مما دعم المخاوف في شأن الاقتصاد العالمي والطلب على النفط وتشهد أسعار الخام تراجعا منذ بداية إبريل بلغت ثمانية دولارات وثلاثة وسبعين سنتا أي ما نسبته ثمانية واثنين بالمئة نشرة الرأي مستمرة وفيها بعد الفاصل هجن الإمارات تهيمن على منافسات اليوم الثاني لبطولة الكويت لسباق الهجن أهلا بكم إلى الصفحة الرياضية هايمنت هجن الإمارات على منافسات اليوم الثاني لبطولة الكويت الثالثة عشر لسباق الهجن التي انطلقت فعلياتها الأحد الماضي على مضمار وميدان النادي الكويتي لسباق الهجن برعاية أمير البلاد وأسفرت نتائج اليوم الثاني عن فوز الملاك الإماراتيين بـ 12 شوطا من أصل 14 شوطا خصصت للهجن ذات الأعمار المتوسطة من جانبه فقد أشاد رئيس النادي الكويتي للهجن إحسين الدواس بالنتائج التي حققتها هجن الكويت خلال مشاركتها بمنافسات هذه النسخة بعد حصولها على المركز الأول لعشرة أشواط في يومين وذلك بفضل الاهتمام الكبير من مربي الهجن الكويتيين لحلالهم عبر تحسين سلالاتها وتطويرها يواصل منتخب الكويت للتنس انتصاراته في بطولة كأس الخليج للناشئين والشباب تحت 14 سنة و18 سنة المقامة حاليا في العاصمة الإماراتية أبو ظبي ويخوض أزرق الناشئين والشباب مباريات مصيرية خلال الأيام المقبلة من فئة الزوجي والفردي ويحتاج هذا الفوز ليقترب من تحقيق لقب البطولة وقبل ختام النشرة لهذا اليوم نذكركم لمتابعتنا عبر موقع تويتر آت الراي ميديا جروب أيضا يمكنكم مشاهدة جميع نشرات برامج تلفزيون الراي عبر قناتنا على اليوتيوب الراي يوتيوب إلى اللقاء موسيقى